تبدل مصر جهوداً مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية كما تقوم مصر بتكثيف الدعم الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني خاصة استقبال المرضى والمصادين وعلاجهم في المستشفيات جهود مصرية مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتضية والتنموية والأمنية كذلك المجتمعي والإنساني فعلى الصعيد السياسي حريصت مصر على عقد العديد من اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدف دعم السلطة والبقاء على شرعيتها كما تقوم الأجهزة المعنية المصرية بجهود كبيرة من أجل ترتيب البيت الفلسطينية من الداخل من خلال دعم مسار الانتخابات العامة والرئاسية والخاصة بالمجلس الفلسطيني الوطني فضلاً عن توقيع الفصائل الفلسطينية ميثاق شرف تأكيداً على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزهة أما على المستوى الإقليمي عقيدت مصر عدة لقاءات إقليمية مع الأردن على المستوى الرئاسي لتنصيق الجهود بين البلدين فيما يتعلق بتصدير القضية الفلسطينية إلى الواجهتين الإقليمية والدولية وكثف قادة مصر والأردن وفلسطين اتصالاتهم ولقاءاتهم لإعادة تنشيط مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كذلك على مستوى الدولي فقد دشنت مصر رباعية دولية بالتعاون مع الأردن وفرنسا وألمانيا بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين والتنديد بالتوسعات الاستطانية الإسرائيلية في الدفة الغربية كما نجحت مصر في دعم القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالصعيد الأمنية سواء في أمن قطاع غزة حيث نجحت مصر في جميع المواجهات الإسرائيلية في قطاع غزة على وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء الأمني وفي إطار الدعم الإنساني المصري لفلسطين تم زيادة وقت فتح المعابر الإنسانية بين مصر وقطاع غزة لاستقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية فضلا عن إدخال شاحنات تحيا مصر المسؤولة عن توصيل المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية لتظل مصر دوما هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية